اشتركوا في القناة وعادة من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين في مجلس التنمية الاقتصادية واطلع فخامة رئيس جمهورية قبرص خلال زيارته إلى المجلس على عرض شامل قدمه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية تناول من خلاله تجربة مملكة البحرين التنموية وعمل مجلس التنمية الاقتصادية وما يقوم به من دور في الترويج لمملكة البحرين في مختلف الأسواق العالمية واستقطاب الاستثمارات المباشرة كما تم تسليط الضوء على الخطة الاستراتيجية للمجلس وسعيها لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين ومبادئها القائمة على العدالة والتنافسية والاستدامة كما تناول العرض التسهيلات والخدمات التي يوفرها المجلس لمستثمرين بالإضافة إلى الفرص الاستنبارية الواعدة في مملكة البحرين والتي يعمل المجلس على الترويج لها في إطار دوره الرئيسي في استقطاب الاستثمارات للمساهمة في خلق فرص العمل في السوق المحلية وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية قبرص على صعيد التعاون الاستثماري وتطويرها في المستقبل القريب إلى جانب استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر